ماذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن الخطة الإسرائيلية الجديدة لحل مرحلي في غزة؟ هل تبدأ مرحلة البحث الجدي عن حل ينطلق من هدنة شهرين وتبادل بعض الأسرة لينتهي إلى حل مقبول من الجميع للوضع المستقبلي في القطاع؟ هذا هو الاحتمال الأول الذي تدفع في اتجاهه الإدارة الأمريكية بتأييد أوروبي وعربي أما الاحتمال الثاني فاستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى ومن دون أفق واضح للحل وفي انتظار ما تحمله الساعات والأيام المقبلة على هذا الصعيد وعلى وقع إشارة جو بايدن وقبله أموس هوكستين إلى مقاربة معينة للحل على الحدود الجنوبية ظل التصعيد سيد الموقف في موازات فراغ سياسي داخلي كامل واستسلام شامل من معظم الأطراف أمام معضلة الرئاسة وما يندرج تحتها فعلى رغم الزيارة الجديدة لجون إيف لودريان الثنائي الشيعي على تمسكه بترشيح سليمان فرنجي من دون سواه والأفريقاء المسيحيون الذين توصلوا قبل أيام إلى توفق مبدئي على وثيقة مشتركة في بكركي على رفضهم لانتخاب رئيس المردة أما الأفريقاء الآخرون فيرصدون اتجاهات الرياح الإقليمية والدولية ليبنوا على الشيء مقتضاه وفي غضون ذلك حل كل الأزمات الداخلية اللبنانية معلق واستغابة الشعارات المجترة وأدغال الوعود المتضاربة التي ستبقى بلا أدنى شك مجرد حبر على ورق